في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن مكينة المخرطة وعمليات المخرطة لو جانا قسمنا الكلام اللي احنا اتكلمناه المرة اللي فاتت هنبص نلاقي المحاضرة الاولانية اتكلمنا عن المشينابليتي او انكانية التشغيل وعرفنا المشينابليتي بتعتمد على ثلاث حاجات رئيسية اول حاجة نوع الخامة اللي انا اشتغل فيها تاني حاجة نوع الفص اللي انا اشتغل فيه والجيومتري بتاعه تالت حاجة الماتيريال بتاعة الفص ذات نفسها اتكلمنا عن الفيد واللزبيد. طيب في الجزء الثاني من المحاضرة بتاع تدريب المخارض اتكلمنا عن ماكينة المحارطة. ازاتنا في صحوة عبارة عن ايه? عارفنا ان ماكينة المحارطة بتتكون من ثلاثة اجزاء رئيسية او الجزء السبندل. تاني جزء التارت. تارت جزء الكنترول بتاع المكنة. وعرفنا ان السبندل في عندنا منه نوعين بيتركب على الاسبندل. انا هستخدمها في عملية الخراطة. وبعد كده اعرفنا ازاي لما جلنا بارت نبتدي نعمله بلاننج. يعني جلنا بارت اعرفنا الخامة بتاعته هنبتدي خلاص اول مرحلة مثلا هنعمل رافنج تاني مرحلة نعمل فنش بعد كده وبعد كده دريلينج وبعد كده انترنال ترنج. واتكلمنا ازاي نعمل بلاننج لاي بارت يجيلنا. واتكلمنا عن كل عملية من عملات الخراطة بالتفصيل. طيب في الفيديو ده ان شاء الله وفي المحاضرة دي هنخش على برمجة مكينات الخراطة. يعني برمجة مكينات الخراطة او بكل بساطة انا لما جات للشغلانة عرفت الخامة ايه? عرفت التولز ايه? هيتبقى لي خطوة واحدة عملت لها بلاننج. هيتبقى لي خطوة واحدة الا وهي ان انا خلاص انا عايز ابرمج الشغلانة ديت على مكينة cnc بتاعتي. على مكينة المحاضرة cnc. علشان تبتلي المكينة تعمل شغلها وتبتلي تشكلي في الشغلانة او تقطعلي في الشغلانة زي ما انا عايز على حسب المقاسات اللي انا بحطها. طيب مبدئيا لو فاكرين في المحاضرة الاولانية اتكلمنا عن حاجة اسمها الماشين زيرو وحاجة اسمها البارت زيرو. طيب ده توبلين في الصورة الاعلمين ده توبلين اا وانواقف او الوبريتور واقف قصاد المكينة. لازم نخلي باننا من الاتجاهات وتكلمنا برضو عن الكلام ده في المحاضرة الاولانية بس هنعمل مراجعة سريعة جدا عن الاتجاهات بتاعت مكينة الخرطة. اول حاجة مانواقف قدام المكان هبص له ان اتجاه الفوق. ايه انا استفدت من الكلام ده ان انا لما اجي اخد بتاع شغلانة بتاعتي او لما اجي احد ايدي ال零 بتاع الشغلانة اللي وانواقف اتفقنا ان هو بيكون في بتاع الشغلانة او في بتاع اللي سبندل لان هو هو لكده كده اللي شغلانة بتتركب على التشاك لكده كده بتاع الشغلانة بيبقى هو هو بتاع اللي سبندل بيبقى في نص الشغلانة طيب لازم اخد بالي من الاتجاهات كويس جدا علشان وانا ببتدأ اس الزيلو بتاع الشغلانة وهنتطرق للموضوع دوت في اخر الفيديو ان شاء الله هنشرح عملي شرح بسيط جدا ازاي اس العدة بتاعتي او ازاي اخد الافسل بتاع العدة بتاعتي للشغلانة بس لازم اكون فاهم جدا الاتجاهات بتاعة مكنة الخراطة طيب ده برضو في الصورة اللي على الشمال ده توب لين للبارت وهو متثبت على اللي تشاك هنبص نلاقي الاتجاهات الاكس بوزدف لفوق والز بوزدف يمين طيب وعكس الاتجاهات الز نيجاتيف شمال والاكس نيجاتيف عكس الاكس بوزدف طيب معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان اتجاه القطع بتاعي دايما بيبقى في الز نيجاتيف يعني اي قيمة هكتبها على الكنترول علشان ابتدى اقطع في الشغلانة لازم اكتبها بالز نيجاتيف واي جزء او اي اكس هكتبها لازم تكون الاكس دي اصغر من الديامتر الرئيسي بتاع الشغلانة بتاعتي طيب دي حاجة مهمة جدا لازم نكون كلنا عارفينها طيب بالنسبة للبرمجة لازم نفهم حاجة مهمة جدا قالوا هي البروجرامنج سيستمز طيب البروجرامنج سيستم عندنا في المخارق في الCNC عموما او في مكان CNC عموما بينقسم لقسمين حاجة اسمها الانكريمينتل سيستم وحاجة اسمها الابسلوت سيستم طيب الانكريمينتل سيستم اللي هي الصورة على الشمال بكل بساطة انا لما بتجيلي رسمة بتنزلي بالمنظر دوت هنا مثلا بوينت 1 هنا بوينت 2 هنا بوينت 3 طيب الشكل بتاع الديمينشن ذات نفسه نقطة الزيره طبعا هنا بتبقى في الجزء ده طيب دلوقت انا عندي دايمينشن 1 لو جينا عملنا كده هنقول مثلا المسافة من هنا اللي هنا مثلا عشرين وعلي كده المسافة من بوينت 1 لو بوينت 2 عشرة وعلي كده المسافة من بوينت 2 لو بوينت 3 هنخليها عشرين طيب معنى الكلام ده ايه معنى الكلام ده هوات ان انا لما باجه برمج انكريمينتل بابتدى اقوله اليو بابتدى اقوله الو عشرين بابتدى اقوله الو بدل ما اقوله الو 30 لا انا هابتدى اقوله الو عشرة طيب بعد كده تاني دابليو عندي او تاني مسافة عندي اللي هي العشرين طيب والاسلوب دود بيبقى مش لطيف جدا لان لو حد لاحظ فيكو انا كتبت دابليو ما كتبت الزد طيب ليه ما كتبت الزد ما كتبت الزد لان المكنة بتفهم لما بكتب لها الزد اكسس بتفهم ان انا كده ببرمج absolute مش incremental طيب المكنة بتفهم مني ان انا ببرمج incremental بتفهم عن طريق جي كود مخصوص لincrementل انا بكتبه وبعد كده بدل ما بكتب زد بكتب المقابل ليه في incremental بيبقى w والمقابل بتاع الاكس في incremental المقابل بتاعه u طيب دي حاجة مهمة لازم نكون عارفينها في incremental لو انا هستخدم او هنا هبتدي ابرمج بطريقة incremental لازم نكون عارف الكلام دوت كويس جدي طيب لو جينا دخلنا على absolute 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 dimension او absolute system هبص لقي الرسمة نزلالي بالمنظر ده لو جينا مثلا سبتنا المقاسات ده يعني هي دي الرسمة هي دي الرسمة هبص لقي نقطة الرفرنس عندي هي دي برضو الpoint one من نقطة الرفرنس هي هي عشرين طيب وهنا ما حطليش المسافة ما بين point one point two هنا حطلي مسافة الpoint two من نقطة الرفرنس بتاعتي الا وهي عشرين وعشرة اللي هي تلاتين طيب تاني point عندي point three هو ما حطليش المسافة ليه وحطلي مسافة بين point three ونقطة الرفرنس اللي هو عشرين زائد عشرة زائد عشرين اللي هي خمسين طيب هبص لقي الرسمة نزلالي بالمنظر ده كده هو مثبت نقطة الرفرنس عنده وبعد كده كل الpoints كل المقاسات بتاعت الpoints relative لنقطة الرفرنس اللي هو مثبتها او الdatum اللي هو وعده طيب الطريقة دي من الرسمات بتسهل لي جدا جدا عملية البرمجة لاننا لما باجا برمج له مثلا لو احنا جينا قولنا زد هنقول له على طول خلاص زد عشرين وهنقول له زد تلاتين وهنقول له زد خمسين من غير معاوض اوجع دماغي واشوف المقابل بتاع الزد في الانكرمينتال سيستيم اللي هو الـ W وابتدأ تكتب W مثلا عشر المسافة بين point one point two وكل واجع الدماغ دوت لا انا الرسمة المفروض بتنزل لي absolute وعلى فكرة معظم المكان الـ cnc هو بيبقى الـ default بتاعه وابسليوت برو جرامنج الا اذا ان انا عايز احوله الـ incremental system او incremental programming بس هو الـ default بتاع المكان عموما والناس كلها وانا عن نفسي ببرمج بالابسليوت برو جرامنج لان المكانة بكل بساطة في نقطة reference معينة انا باخد عليها المقاسات بتاعت البوينتز بتاعتي اللي انا ببتدأ برمجها وبحط هي هي المقاسات دي على الـ control عندي وبيبتدأ الـ control يحرك المكان عشان يشكل في الشغلين وهنشوف الكلام ده عامل ان شاء الله في اخر الفيديو طيب ده كده باختصار شديد الفرق بين incremental system والـ absolute system وقاله incremental dimension والـ absolute dimension طيب لازم نعرف حاجة مهمة جدا وهي الـ g-codes ايه الـ g-codes؟ الـ g-codes هي اختصار لحاجة اسمها الـ preparatory codes او الـ preparatory function او يعني ليها كذا مسمى بس هي بكل بساطة شديدة هي لغة زي اي لغة في الدنيا زي الـ c++ زي الـ c-sharp زي الـ visual basic بس هي لغة اسمها الـ g-codes البسيطة جدا اللي هي بتتحكم في حركة الماكينة بتاعتي هنبص نلاقي مقسمة لـ 3 اقسام اول حاجة في حاجة اسمها الـ rapid positioning الـ rapid positioning اللي هي بترمز لها بالـ g-zero هي باختصار شديد ان انا لو عندي التولز في مكان بعيد عند الـ machine home مثلا وانا عايز استقرب التولز بتاعتي عند الشغلانة هو بكل بساطة انا لازم احرك الماكينة باقصى سرعة ممكنة او لازم احرك التولز عندي باقصى سرعة ممكنة علشان تيجي للجزء ده علشان تستقرب الشغلانة طيب انا بفهم الماكينة ان هي تتحرك بسرعة عالية ازاي بفهمها عن طريق ان انا بقول لها الـ g-zero g-zero x-10 مثلا الـ z-5 g-zero x-10 z-5 معنى كده ان هي تتحرك باقصى سرعة ممكنة علشان تيجي للـ position اللي انا قلت لها عليه طيب تاني نوع عندنا حاجة اسمها linear interpolation linear interpolation بكل بساطة لو انا عندي مثلا النقطة دي انا مثلا واقف هنا انا عايز اتحرك من النقطة دي لغاية النقطة دي فعشان اتحرك من النقطة دي لغاية النقطة دي هو بيبواف في مكان فيه عند start point point one مثلا اهي وعايز اروح لpoint two ادي المكان بتاعة point two فال那么 simple انا واقف عند point one فعشان اتحرك عند point two ببتدي اعرفه ان انا عايز اتحرك عند point 2 بجي زيرو فمعنى كده انه هو المكنة هتتحرك حركة خطية علشان تبتدي تتحرك عند point 1 بس الحركة الخطية اللي هتبتدي المكنة تتحركها دي هتبقى بفيد معنى الكلام ده ايه معنى الكلام ده هو ان انا لما اجا استخدم الجي زيرو لازم استخدم معاها فيد لازم اعرف لها فيد يعني انا عايز اتحرك من point 2 من point هنا لهنا انا كده باتحرك بقطع في الشغلانة فعلشان اقطع بالشغلانة ما ينفعش اقطع في الشغلانة باقصى سرعة ممكنة عندي اللي هي مثلا الجي زيرو لا انا لازم اقطع في الشغلانة بجي وان لازم اقطع في الشغلانة بجي وان ليه علشان انا عايز اقطع في الشغلانة بفيد معينة او تغذية معينة وعايز اقطع كمان حركة القطع ذات نفسها حركة خطية هنا بستخدم Linear Interposition أو بستخدم G0 هنلاقي فيه تالت حركة عندنا في المكناة حاجة اسمها Circular Interposition طيب Circular Interposition بكل بساطة لو جينا بصينا على الصورتين دول Circular Interposition بكل بساطة لو أنا عايز أعمل Arc في المكناة عندي أو في الشغلانة عندي لو أنا عايز أعمل Arc طيب أنا Arc اللي أنا عايز أعمله ده Clockwise ولا counterclockwise على حسب شكل الارك وعلى حسب نوع الارك بتاعي بابتدأ استخدم الجي 2 والجي 3 علشان يعمل لي circular interpolation ويعمل لي الارك برضو بفيد معينة علشان ابتدي اشكل شغلانة بتاعتي طيب دي بكل بساطة التلات انواع بتوحركة المكينة اللي انا بستخدمها على مكينات الخراطة علشان ابتدي اقطع في الشغلانة بتاعتي ممكن اقطع في الشغلانة بlinear interpolation او اقطع فيها بcircular interpolation وهنشوف example على الماضي ده ان شاء الله في اخر المحارة طيب ده كده بالنسبة للجي كود يبقى باختصار شديد الجي كود الجي كود ديت ده الكودز اللي انا ببتدي اتحكم في حركة المكينة عن طريقة عايز احرك المكينة من مكان لمكان او عايز احرك التولز عندي من مكان لمكان او عايز ابتدي اقطع في الشغلانة فبستخدم او بفهم المكينة عن طريق ان انا باكتب لها الجي كودز طيب في حاجة تاني برضو لغة تانية بتفهمها المكينة حاجة اسمها الام كودز او اللي بيسموها الفانكشن كودز او بيسموها المسلينيس كودز طيب الام كودز دي بكل بساطة ان انا عايز افهم المكينة او عايز اتحكم في الاجزاء الرئيسية بتاعة المكينة او الاجزاء الميكانيكية بتاعة المكينة بمعنى ايه بمعنى مثلا ان انا عندي اللزبندل زي ما احنا شايتين في الصورة هSet اللزبندل مسلا انا عايز ارففه باربي ايłych معين اعايز ارففه مثلا بالفربي ايم اعايز ارففه بالفربي ايم طيب هفهم المكينة الكلام دوات ازاي هفهم المكينة عن طريق ان انا هقول الكنترول او هكتب الكنترول اس الف طيب هوا اس الف رمز الاس ده المكينة بتفهمه او الكنترول بيفهمه ان انا بحدد سرعة معينة واليونت بتاعت الصورة عندي RBM ده اليونت بتاعت الصورة بتاعتي بس هو برضو كده مفهمش هو انا عايز اشغل A بالS1000 او عايز اشغل A بال1000RBM عايز اشغل السبندل فعلش انا اشغل السبندل ببتدأ اقول له M3 M3S1000 الكود دوت معناه ان انا عايز اشغل السبندل بتاعي M3 بشغل السبندل M4 بشغل السبندل بس انا بس مش عايز اشغل السبندل ده انا عايز اشغل السبندل بسرعة معينة الا وهي عايز اشغل السبندل بسرعة 1000RBM فكل بساطة بقول للكنترول والله M3S1000 فم3S1000 فهو اول ما شاف M3 عملي و بعد كده اول ما شاف الـS1000 خلاص خلى السبندل تلف ب1000RBM على حسب طبعا انا عايز الف في السبندل الـClockwise فمسلا انا عايز اشغل الـCourent فبترى اكتب له مثلا M8 اشغل الـCourent وM9 اطفل مثلا طبعا فيه M-Codes تانية كتيرة جدا على حسب نوع كل مكينة وعلى حسب الـFunction بتاع كل مكينة وعلى حسب الأجزاء الميكانيكية اللي متركبها في المكينة بس لازم نكون عارفين ان كل الأجزاء الميكانيكية اللي متركبها في المكينة بنتحكم فيها عن طريق الـM-Codes تمام؟ طيب حتى تلستوك تلستوك ذات نفسه انا ببتدي احركه او ببتدي اتحكم فيه او ببتدي خليه يفتح ويقفل عن طريق M-Codes يبقى لـM-Codes معين على حسب نوع الـControl بتاعي طيب ده بكل بساطة الـM-Codes طيب دلوقتي لازم نكون عارفين حاجة مهمة جدا وهي حاجة اسمها الـProgram Block او السطر بتاع البرنامج طيب البرنامج بيبقى برعا مجموعة من السطور طيب السطر الواحد في البرنامج بيتكون من حاجة اسمها Word يعني كل كلمة او كل حرف انا بكتبه ده اسم Word والسطر كله اسمه Block طيب هنبص نلاقي مسلا ان السطر دوت متكون من ايه؟ السطر ده بيتكون من حاجة اسمها الـN ايه الـN؟ الـN دوت ده رقم السطر هنواقف عند السطر رقم كام؟ هنواقف عند السطر هنا مثلا رقم واحد N001 او N1 او N20 او N30 او whatever والـG ده الـPrepatory Function او الجي كودز اللي احنا لسه مكلمين عليه من شوية اللي هو مثلا هو هنا بستخدم الجي وان او الجي زيرو وان وبعد كده بيتبع الكلام دوت الـDimension انا عايز احرك المكنة فانهي محور او بقيمة كام؟ مثلا هنا محرك المكنة بالـX انا عايز احرك المكنة عند محور الـX ومحور الـY مثلا لو المكنة فيها Y تريد اقول له والله X واحد او او اتنين او تلاتة او whatever المقاز بتاعي اللي انا عايز احرك عنده المكنة والـY كذا 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 المقاز برضو بتاعي لو انا عايز احرك المكنة بقاس معين وممكن ازود في السطر بتاع البرنامج يتبع الكلام دوت M-Codes يعني ممكن وانا بكتب له السطر دوت علشان اوفر على نفسي مجموعة من السطور بكتب له في الاخر مثلا في اخر البلوك الواحد ده مثلا M-Codes M3 اللي هو مثلا وانت بتشغل المكنة او لو انت بتحرك المكنة او تقطع في الشغلان عند الـDimension دي يشغل الـSpendل فهو من الطبيعي ان هو مش هيحرك المكنة وبعد كده يشغل الـSpendل لا هو هيشغل الـSpendل اول وبعد كده يحرك الـTools بتاعتي عن طريق الـDimension اللي انا عاملها او اللي انا مدها له طيب وطبعا عندنا البرنامج بيبقى متكون من مجموعة من الـBlocks طيب ده كده الـProgram block طيب الـProgram Sequence او الـPlanning او يعني بمعنى اصح اللي هو الخطوات المفروض ان انا اعملها علشان ابرمج المكنة هو اول خطوة لازم المفروض بيتجي لرسمة ببتدي افكر في الرسمة بشوف المقسات بتاعتها ببتدي اعمل الرسمة بتاعتي بلاننج هبتدي اعمل اول حاجة مثلا مرافنج تاني حاجة فينش بعد كده جروبينج بعد كده دريلينج واتفر الرسمة دي عبارة عن ايه وبعد ما اقرأ الرسمة كويس وابتدي اعمل لها بلاننج تاني حاجة بابتدي اعمل لها بروجرامنج يعني بابتدي ابرمج الرسمة لو جينا مثلا شوفنا في الصورة دي هو هنا مثلا مبرمج G18 G54 G98 XYZ وهنا مبتدي مبرمج الرسمة طيب بعد ما برمج الرسمة على الورق في نفس الورقة او في ورقة خارجية بعد ما فكرت فيها وعملت لها بلاننج وبعد كده ابتديت برمجتها بعد كده هعمل ثالث حاجة Input Program Input Program هبتدي احط او انقل البرنامج اللي انا كتبته خلاص في الاجندة عندي او كتبته في الورقة عندي هبتدي انقله على لوحة الكنترول وبعد ما انقله على لوحة الكنترول خلاص هتبتدي عملية المانيفاكتورين هبتدي خلاص المكنة تشوف شغلها وتبتدي تشكل لي الشغلانة اللي انا عايزها ده بكل بساطة البروجرامنج سيكوانس بتجي لرسمة وبقرها كويس بعمل لها بلاننج وبعد ما عمل لها بلاننج خلاص بكتب لها البرنامج بتاعها في وراء خارجية او في اجندة وبعد كده بابتدي انقل البرنامج على لوحة الكنترول وبعد كده بابتدي خلاص cycle start بشغل المكنة هي المكنة بتشوف شغلها على حسب البرنامج اللي انا كتبه عليها طيب لما في ناس مش شرط الناس مثلا محترفة الناس المحترفة ما بتجيبش مثلا الرسمة وبعد كده تعمل لها بلاننج في ورقة او بعد كده تكتبها وبعد كده تنقلها لا يعني في ناس مثلا وصلت لدرجة ان هي لما بتجي لها رسمة بتنط على الخط ورقم ثلاثة على طول وهو وقف كده بصص في الرسمة بيبتدي يفكر ويكتب في البرنامج على كنترول على طول بس ترى دي انا ما حبهاش لان ترى دي ممكن تلغبط فهو كل بساطة لا انا اكتب البرنامج بتاعي في ورقة خارجية عشان ده خارجية اطمن ان كل حاجة شغلة تمام ابتدي راجع البرنامج مرة واثنين وثلاثة ابتدي راجع المقاسات بتاعتي وخلاص بعد كده بعد ما اتأكد البرنامج بتاعي سليم ابتدي احطه على كنترول علشان المكنة تشغل ممكن نشوف اجزامبل على الكلام دوت اللي هو ازاي نكتب برنامج لو جينا مثلا بصينا على الرسمة اللي عليمين دي رسمة تو دي محطوط عليها شوية مقاسات المقاسات اللي محطوط عليها ابسليوت ده ابسليوت دايمنشن لانه هو في نقطة ريفرنس واخد منها المقاسات كلها وهو الراجل اللي عمل درافتينج للرسمة ديت هو رياحنا جدا كمبرمجين او كده كحدة هيشتغل او هيعمل برنامج للشغلانة دي فهي بكل بساطة انا عندي شغلانة زي دي وعايز امشي باص واحد من بوينت وان لبوينت فور علشان المكنة تبتري تعمل الباص ده ودي فهي بكل بساطة اول حاجة لازم اكتبها في البرنامج لازم استدعي العدة انا دلوقتي التولز بتاعتي فانهي محطة في الطارت زي ما اتكلمنا اللي مش عارف يعني ايه طارت او مش عارف يعني ايه ده ممكن يراجع الفيديوهين اللي فاتوا طيب استدعي رقم المحطة بتاعي في الطارت هابتدى اقول له تي زيرو وان تي زيرو وان معناها ان تي زيرو وان اهي تي زيرو وان معناها ان انا لو سمحت عايز استدعي العدة رقم واحد كمام فبس هنبص نلاقي مثلا في رقمين تانين تي زيرو وان زيرو وان فهو الرقمين التانين دول اللي هو انا عايز استدعي العدة رقم واحد واستدعي الافسط رقم واحد الافسط رقم واحد ده ده المكان اللي انا استفي العدة او خط منه الافسل بتاع العدة ان انا ما ينفعش استدعي العدة وابتدى برمج لا انا العدة دي المفروض ان انا ايسها وايسها المفروض على سنتر الشغلانة بتاعتي وهنعرف الكلام ده بعد الاسلايد ده هنبتدي نقيس العدة واحدة واحدة طيب فهو بكل بساطة خلاص هو كتب تي زيرو ون تي زيرو ون تي زيرو ون زيرو ون زيرو ون وخلاص العدة رقم واحد وزيرو ون والافسل رقم واحد طيب بعد ما استدعيت العد ايه اللي حصل ايه اللي حصل شغلت الاسبندل ده شيء طبيعي جدا انها لازم اشغل الاسبندل فشغلت الاسبندل وقلت له والله اسو خمسمية ام زيلو ثلاثة او ام ثلاثة فمعنى كده ام ثلاثة اتفقنا هي بتعمل اون للاسبندل فهو شغل الاسبندل بسرعة خمسمية ار بي ام طيب بعد ما شغلت الاسبندل هبتدي عامليه هبتدي خلاص استقرب استقرب التولز بتاعتي وهو استقرب التولز بتاعتي فكل بساطة انا علشان استقرب التولز لو افترضنا مثلا ان التولز عندنا مثلا في المكان ده وعايز ابتدي استقربها اوديها المكان ده فانا هاوديها للمكان ده برابد سبيت اكيد مش اوديها المكان ده مثلا بفيد فالتولز هتمشي بالراحة جدا لا هي كده كده التوز في الهواء وما فيش قدامها حاجة اتطاعقها. فهو خلاص انا هستخدم الربد زبيد او هماشي التوز باقصى سرعة للمكينة علشان توصل للبوزيشن اللي انا عايزه وهو هنا لما جي بارمج قال لك جي زيرو اكس تلاتين زد خمسة اكس تلاتين زد خمسة يعني ايه? يعني اكس تلاتين هو هيوقف عند الدمتر تلاتين وزد خمسة وهيوقف عند الزد خمسة يعني هيوقف تقريبا في المكان ده. طيب بعد كده عمل ايه? بعد ما استقرب العدة خلاص ابتدى يبرمج او يقطع في الشغلانة. فجي قال له مثلا جي واحد او جي زيرو واحد اكس خمسة وعشرين اف بوينت سري زي ما اتفقنا الجي واحد بنستخدم معاها فيد فهو هنا ما استخدم فيد والرامز بتاع الفيد اللي هو الاف ده الرامز بتاع الفيد والجي واحد بترمز للينير انتربوليشن. لو جينا بصينا على الرسمة هنبص ان لا الرسمة كلها لينير مفيش حاجة فيها سيركلار خالص طيب ابتدى قال جي زيرو واحد اكس خمسة وعشرين فا اكس خمسة وعشرين لان انا عايز اقطع عند اكس خمسة وعشرين فعلشان اقطع عند اكس خمسة وعشرين قلت له خلاص زد اه قلت له اكس خمسة وعشرين فالطول ازا تيجي تقف عند اكس خمسة وعشرين وبعد ذلك قال لك جي زيرو واحد زيد مينس سبعة ونص فزيد مينس سبعة ونص هي التولز كانت توقفة هنا فهترى التولز تمشي عند النقطة دي ايه النقطة دي؟ النقطة دي اللي هي لو جينا شفنا المقاس من الزيرو ريفرنس بتاعي لبوينت وان سبعة ونص وقلنا زيد مينس سبعة ونص مينس سبعة ونص لان اتفقنا ان اتجاه الزيد اتجاه الشمال دايما بالنيجاتف واتجاه اليمين بالبوستر فاتفقنا اي رقم هنكتبه للزيد علشان نبتدي نقطع في الشغلان هنكتبه بالنيجاتف فهو قال لك زيد نيجاتف سبعة ونص زيد نيجاتف سبعة ونص خلاص فهدتون وقفت هنا فخلاص عايز اوصل للنقطة رقم اتنين اللي هو البيتنين فعشان اوصل للنقطة رقم اتنين لو جينا شوفنا المسافة ما بين نقطة الزيرو والبوينت تو هنبص نلاقيها خمستاشر والقطر بتاع بوينت اتنين اربعين طيب فهو بكل بساطة قال لك جي زير واحد اكس اربعين اللي هو الديامتر اهو وزيد مينس خمستاشر زيد مينس خمستاشر ده طول بتاع النقطة طيب بما ان النقطة هنا اوانا كتبتله خلاص الديامنتشن بتاعت البوينت تي فهو هيمشي ويبتدي يعمل لينير انتربوليشن علشان يبتدي يعمل لي الخط ده طيب انا وقف عند بوينت اتنين عايز اوصل عند بوينت تلاتة فعشان اوصل عند بوينت تلاتة بكل بساطة هشوف المقاز بتاع بوينت تلاتة نسبة للريفرنس المقاز بتاع بوينت تلاتة عندي مثلا خمسة وعشرين طيب والديامنتر بتاع بوينت تلاتة هو هو الديامنتر بتاع بوينت اتنين اللي هو الاربعين اكس اربعين فهو هبتدي خلاص هقول له тан نصطر جي زيرو وان زيد مينس خمسة وعشرين اهي المسافة من هنا لبوينت تلاتة خمسة وعشرين وانا كده كده قريدي واقف عند الديامتر وهيه التولز هتبتدي تمشي لغاية زيد خمسة وعشرين وهتوقف هنا طيب عايز اروح عند زيد اربعة فعشان اروح عند زيد اربعة بكل بساطة هكتب له الديامنشا بتاعت زيد اربعة ايه الديامنشا بتاعت زيد اربعة اللي هي دايمتر ستين والمسافة من الريفرنس لبوينت اربعة خمسة وثلاثين فعبتدي اكتبله والله خلاص اكس ستين زيد مينس خمسة وثلاثين طيب كده وصلت عند بوينت اربعة طيب انا خلصت الباص اللي انا عايز اعمله طيب يعني معنى كده ان التول واقفة هنا طيب انا عايز ابعد بالتول فعشان ابعد بالتول هبعيدها مثلا في الجزء ده فهو هنا مستخدم الجي زيرو ليه لان هو لما يجي ابعد عن التول هبعيد عن التول في الهواء فمحتاج ان هو يبعد التول عن الشغلانة باقصى سرعة ممكنة لان هو كده كده الريدي ماشي في الهواء فهو استخدام هنا الرابط بوزيشنينج اللي هو الجي زيرو اكس امتين زيد مية اكس امتين زيد مية هتيجي مسلا عند النقطة دي كده. الطول بتاعتي. طبعا هتيجي. طيب. بعد ما خلاص بعد. قال لك خلاص ام خمسة. ام خمسة بترمز ليه? ام خمسة اللي هو انا عايز اوقف فخلاص وقفنا بعد ما وقفنا هبتدي اقول له ام تلاتين. ام تلاتين دي بترمز لان انا خلاص دي نهاية البرنامج. انا ده نهاية البرنامج. وبتدي اعمل لي ريوايند. بتدي اعمل لي ريوايند يعني ايه? يعني بتدي اشتغل او. يبتدي روح لأول البرنامج علشان لو هعوز اشغل البرنامج من الاول. طيب. ده كل بساطة شديدة جدا. برنامج صغير جدا. اه عملناه رسمة بسيطة جدا. عارفنا ازاي اه نمشي الباص على الرسمة رية. عارفنا ان البرنامج لان انا لازم اول حاجة استدعي العدة بتاعتي برقم الافس البتاعي. لازم بعد ما استدعي العدة اشغل الاسبندل. بعد ما اشغل الاسبندل لازم استقرب بالجي زيرو. بعد ما استقرطت هبتدي خلاص. احدد الديمينشن بتاعة الشغلانة بتاعتي. وبعد كده ببعد بوقف الاسبندل ام تلاتين خلصت البرنامج. طيب ده برنامج. ده واقعي لي. مش واقعي لان. الشغلانة عمتا لما بتجيلي هي ما بتجيليش كده. هي بتجيلي. بتجيلي بالمنظر ده. يعني ايه بتجيلي بالمنظر ده? يعني فيه هنا ماتيريال. فانا ما ينفعش لما جا برمج شغلانة زي دي هبتدي امشي باص واحد. علشان تخلو نصي الشغلانة ما ينفعش ليه. ان احنا اتفقنا لازم فيه ستيب داون معينة. الستيب داون ده بيحددها نوع الماتيريال او نوع الفص ذات نفسه بيحدد اللي انا هنزل ستيب داون قد ايه. ونوع الخامة بتاعتي بيحدد اللي انا هنزل ستيب داون قد ايه. ليه علشان ابتدي اعمل رافنج. ابتدي امشي باص اول باص. تاني باص. تالت باص. رابع باص. خمس باص. لغاية ما ابتدي. افضي الجزء ده. وبعد ما افضي الجزء ده. بابتدي. خلاص. امشي باص زي ما انا اعمل كده. امشي باص واحد علشان يبتدي يفنش الشغلانة. طيب ده يرجعنا او ده يقدمنا لحاجة مهمة جدا. الواهية. اسمها الكن سايكل. طيب الكن سايكل بكل بساطة هي سايكل. سايكل يعني سايكل يعني دورة. طيب دورة يعني برضو. يعني انا اعيز احط له شوية برامترز معينة. اوفهم البرنامج بتاعي ان فيه هنا ستوك. وانا عايز اعمل عملية علشان ابتدي اهد اكبر ممكنة بستيب داون معينة بسرعة معينة. علشان اوصل للشكل النهائي بتاعي. وبعد كده ابتدي امشي. باص. افنش بالشغلانة بتاعتي. طيب بكل بساطة شديدة. لو جينا شفنا رسمة زي كده. وعايزين ننفذ الرسمة دي. طيب ادي رسمة هي دي رسمة ال 3D. وده ال 2D منها. والمقساد جايالي. اه ابسليوت. هو واخد نقطة الرفرنس من الاول خالص. ولو لاحظت هو في الزت اكسز. الاطوال دي كلها واخدها من نقطة الرفرنس. وبعدين واخد الديمترز. هنبص اللي هي شغلانة دي فيها تشامفر اهيو. فيها تشامفر وفيها ارك اهو او فيلت. وفيها اتنين جروبز. وفيها في اخر شغلانة خالص في تشامفر. طيب انا جات لي شغلانة زي دي. وعايز ابتدي برمجها. فاحنا اتفاقنا لما تجي انه شغلانة زي عايز ابتدي برمجها بم برمجها واحدة واحدة. مش معقولة زي ما اتفاقنا قبل كده مش معقولة. هبتدي امشي باوس واحد علشان يعمل للشغلانة. لا. انا المفروض عندي متريل. عند ماتاتات provides المفروض الماتاتات تعمل لها رافنج وبعد ما اعمل لها رافنج هبتدي امشي باوس واحد علشان يفنش للشغلانة. طيب. علشان ابتدي اعمل رافنج اه بالجي زيرو والجي واحد. دي يبته عملية مجهده جدا. ونبואєش حد بيعمل كده علشان اقتره هabbipts مايه الكان سايكل في كل بساطه زي الجي واحد وسبعين الجي واحد وسبعين دي السايكل الخاصة بعملية يعني اسايكل الخاصة بعملية يعني لو انا عايز اعمل الرافنج لخراطة خارجية عند وعندي شكل عايز اقربه وعايز اهد لغاية مقرب للشركل وبعد كده بتدي اعمل عملية فينش فهو كل بساطة اول ما الكنترول يشوف الجي واحد وسبعين طبعا بتكتب بطريقة معينة نشرحها مع الوقت بتاع الفيديو اول ما الكنترول يشوف السايكل دي بيبتدي خلاص يعرف ان انا عايز اعمل عملية ترافينج للبروفايل اللي انا هحطه هنا طيب لو جينا تتبعنا البرنامج بتاع الشغلانة دي هنبص نلاقي ان اول حاجة اول حاجة ده اسم البرنامج O0002 ده اسم البرنامج طيب وملحوظة الملحوظة بس المهمة اللي انا عايز اتكلم فيها ان احنا بنتكلم على الكنترول الفنوك احنا بنتكلم على البرمجة عمتا بس احنا ببرمجين الشغلانة دي اول سايكل بتاعة الجي واحد وسبعين دي خاصة بالكنترول فنوك لان فيه انواع من الكنترول فيه السيمينز وفيه الهيدنهاين وفيه المتسوبيشي وفيه السينتيك وفيه الفنوك فاحنا متابعين طريقة البرمجة او الاكواد بتاعت فانوك. تمام? طيب يعني انا اخدت البرنامج دوت وشغلته على اي كنترول تاني هو البرنامج مش هشتغل. وهيديني الارم ليه لان هو شايف اكواد غريبة. طيب فكل كنترول بيبقى ليه الكنت سايكل بتاعته او ليه الاكواد كمان الخاصة بتاعته. يعني فيه كنترول زي ما بتفهمش التي زيرو وان زيرو وان دي عبر عن ايه. انما فانوك. لو انا بستعلم كنترول فانوك وانوك بيبقى. وبقى معلى كده ان انا عايز استدعي العدة. اللي عدة رقم واحد. فهو كل بساطة انا اول حاجة عاملها قلت له قلت الكنترول والله جي 28 يو زيرو دابليو زيرو. جي 28 يو زيرو دابليو زيرو ده كود بسيط جدا بستخدمه ان انا بودي التولز بتاعتي او بودي الماكينة بتاعتي للميكانيكا ريفرنس بتاع الماكينة او الزيرو بتاع الماكينة. يعني بكل بساطة برضو ان انا ببعد التولز خالص عن الشغلانة. ليه? علشان لما اجي اكتب له بعد كده تي زيرو وان زيرو وان ابطارت تبتلي تستدعي المحطة رقم واحد وما يكونش قدامها حاجة او فيها عائق. تبتلي ابطارت تغبط مسلا في الشغلانة او تغبط في اي حاجة تانية مسلا لو انا حاطت مسلا. طيب بعد ما استدعيت العدة رقم واحد ابتليت شغلت اللي سبندل. قلت له مسلا اس الف وخمسمية ام تلاتة شغل اللي سبندل اه ب الف وخمسمين ارب ام. طيب بعد ما شغلت اللي سبندل قلت له والله جي زيرو اكس تمانين زد اتنين. جي زيرو اكس تمانين زد اتنين ليه? يعني ايه? يعني انا عايز اجيبي التولز بتاعتي باقصى سرعة ممكنة. علشان تقفلي مثلا في الهنة في الحتة دي عند دي ام تر تمانين. ليه? لان كده كده الستوك عندي بتبقى تمانين. انا هافطر ان الستوك عندي تمانين. فانا عندي الستوك عن تمانين فانا خلاص هواقف عندي تمانين. بس هبعيدها عن سطح الشغلانة. لو هنفطر ان احنا مش انامي الفيسنج. انا كده 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 يعني الشغلانة جاي الفيسنج بتاع نضيف. طيب مش هنامي الفيسنج في خلاص. انا للوقتي العدة بتاعتها هواقفها بعيدة عن وش الشغلانة بمسافة اتنين ميلي. طيب. بعد كده لازم اعمل عملية روفينج. فعشان اعمل عملية روفينج فكل بساطة بستخدم زي ما اتفقنا الكود اللي اسمه جي واحد وسبعين. والجي واحد وسبعين بيكتب بطريقة معينة. اول حاجة اللي مابنزل بنكتب الروفينج. اما لازم احط له البرامتر بتاعة الاوفينج. هي دي؟ اليو اون والارآون. طيب اليو انا عايز دلوقتي افهم الروفينج انا عايز انزل step down اد ايه. او عايز انزل في كل باص انا بقطع به. فهنا والله انا يقول له ان انا عايز انا عايز عايز انزل واحد ملي. انا كتب له واحد واحد ملي. لو انا عايز انزل والله او عمق. عايز انزل في عمق مثلا اتنين ملي. فبكل بساطة انا بكتب له اتنين. منما هنا مثلا عايز انزل بواحد ملي. فبكتب له واحد ملي. طيب تاني برامتر حاجة اسمها الار الار طيب الار ديت حاجة اسمها ريتراكت او العتق اللي هو مسلا انا اخدت باس بعد ما اخدت الباس انا عايز اعتق علشان ارجع في نفس المكان اكتواف فيها عشان اخد باس تاني فهو المسافة بتاعت الرجوع دي اديه فانا اقول له برضو لما تيجي تعتق او تيجي ترجع علشان تروح للباس اللي بعده ارجع بواحد ملي فهو كل بساطة الستيب داون يو الار الريتراكت او العتق او قيمة العتق بتاعتي يبقى اول حاجة جي واحد وسبعين يو واحد ملي ار واحد وبعد كده بكتب له تاني سطر جي واحد وسبعين برضو بي كيو دابليو يو اف والارقام الغريبة اللي احنا شايفين ها دي او البرامتر الغريبة طيب بكل بساطة البي والكيو دا رقم السطر يعني ايه رقم السطر يعني بداية البروفيل ونهاية البروفيل يعني ايه يعني البي مية دي بداية البروفيل والكيو دين نهاية البروفيل يعني ايه برضو يعني انا بعد ما بكتب جي واحد وسبعين ببتلي احط البروفيل بتاعي دا البرنامج او دا البروفيل بتاعي بكل بساطة شديدة البروفيل بتاعي لو فصلنا برمجة البروفايل هنظر لله نرجع الـ G71 سنتظر لله اني بعد ما كتبنا الـ G71 كتبنا اول حاجة N100 بدأة البروفايل او الصطر الرقم 100 قلت له G0x36 G0x36 ادي الـ 36 ان انا هقف هنا بعد الـ G0x36 قلت له ال G1 Z0 G1 Z0 هيوقف عند ال Z0 عند المكان ده بداية التشامفر بس هيمشي بفيد واحد من عشر بعد كده قلتلو X40 زد سليب 2 X40 لان التاني ديامتر عندي 40 ملي وبعد كده المسافة ما بين وش الشغلانة والديامتر او التاني ديامتر بين 2 ملي طيب كل بساطة قلتلو X40 زد سليب 2 وبعد كده قلتلو Z15.03 اللي هو خلاص العدة وقفت هنا فانا عايز احركها لغاية هنا طيب كل بساطة قلتلو Z-15.03 اللي هو الرقم ده 15.03 طيب بعد كده هنبص نلاقي فيه ARC هنا هو الARK بكل بساطة لما باجي اعمل ARC او فاهم ال CONTROL اللي انا عايز اعمل ARC فبكتبله G2 G2 لان اتجاه الARK بتاعي CLOKEWISE فبالتالي كتبتلو G2 لو اتجاه الARK بتاعي ANTI CLOKEWISE او CONTR CLOKEWISE فبتبلو G3 فهنا بما انه CLOKEWISE فكتبتلو G2 طيب بعد كتبتلو G2 عايز طبعا البرامترز او عايز المقاس بتاع الARK فهو المقاس بها ARC بابتدى حدد له نهاية الARK لان انا كده كده اريد يوقف عند بداية الARK هنا فلازم اقول له نهاية الARK نهاية الARK اللي هو عند X 46Z-18 فلو جده بصينا ان انا واقف عند ان انا واقف عند Z40 Z40 والAR بتاعتي 3 ملي فالAR بتاعتي 3 ملي من هنا و3 ملي من تحت هتدينا 6 ملي ال6 ملي لما زودها عند ال40 فهتدينا ديامتر 46 يبقى معنى كده ان الديامتر 46 ده نهاية الARK بتاعي طيب ديامتر 46 Z-18 Z-18 اهو المسافة ما بين وش الشغلانة ونقطة الرفرنس بتاعتي ونهاية الARK اللي هي الـ 18 اللي هو الرقم ده طيب وفي الاخر بكتب له ARC 3 بكتب له خلي بالك الجي 2 بنهاية الARK ده خلي بالك ان الARK الARK بتاعته 3 لانه ممكن تكون 4 ممكن تكون 5 او ممكن تكون whatever ايه طيب بعد ما قلت له خلاص اعملي الARK فخلاص عايز ابتدي اقفل عفو علشان ابتدي اعمل التشامفر علشان ابتدي اقفل عفو بابتدي اقول له جي واحد برجع اكتب له جي واحد تاني اكس 56 اهي بداية التشامفر ده وبعد كده عايز اعمل التشامفر امتعر بالتشامفر فبكل بساطة بقول له اكس ستين زد منس عشرين بوينت او سري لان الدكامتر اهو اكس ستين وبعد كده زد منس عشرين بوينت سري اهي زد منس عشرين او المسافة ما بين نهاية تشامفر وشل شغلانة عشرين بوينت او سري طيب قلت له وبعد كده اروح للزد مينس واحد واربعين اهي عيمشي الجزء ده وبعد كده عايز اعمل التشنفر الكبير ده او السلبية دي فبكل بساطة احدد له مقاسات السلبية فمقاسات السلبية عندي اللي هي الستين بوينت ستة خمسة والديامتر بتاعها اللي هو التمانين تده اقول له والله خلاص السلبية بتاعتي اكس ستين اكس اه اكس تمانين ده متر التمانين اهو والزد مينس ستين بوينت ستة خمسة ستين بوينت ستة خمسة دي نهاية السلبية اهو وبعد كده بابتدأ اقول له زد مينس مية وتلاتة طيب لو جينا شكنا ان طول شغلانا كله مية بس انا حطيت له مثلا زد مينس مية وتلاتة مية وتلاتة دي لان انا مثلا وانا باجي اعمل الجروب هنا انا اعمل حسابي ان ان انا هستخدم فص تلاتة ميلي للجروب استخدم فص تلاتة ميلي للجروب فخلاص لازم اعمل حساب الفص علشان لما اجي اقطع وابتدأ اقول له والله خلاص انت اروح لغاية مية بس زود لي تلاتة ميلي فاقولت له زد مينس مية وتلاتة وبعد كده لازم دي برضو معلومة مهمة جدا لازم انتهي بديامتر في نهاية البروفايل بتاعي لازم اقول له خلاص بعد ما روحت بالزبد هنا انا كده كده اريدي واقف عند تمانين بس برضو تأكيدا بكتب له ان بعد كده روح للاكس تمانين بلازم نهاية البروفايل دايما عندي تبقى اكس تمام طيب وبكتب هنا انمتين يبقى ادي انمية ودي انمتين فهو بكل بساطة وكل بساطة شديدة بعد ما برمجتل البروفايل بتاعي بابتدأ اقول له الجي واهلو سبعين بيمية كيومتين فبي مية كيومتين اللي هو ابتدي من عند السطر مية وانتهي من عند السطر ميتين بس خلي بالك ان انا بعمل عملية فعشان بعمل عملية فلازم اسيب فعشان اسيب في اتجاه الاكس فبقول له يو نص يعني هتسيب لي نص ميلي في اتجاه الاكس ودابليو بوينت وان داي يعني هتسيب لي بوينت وان في اتجاه الزد ولو سمحت اشتغل بفيد واحد من عشر طيب ده كده كل اختصار او باختصار شديد جدا الجي واحد وسبعين طيب بعد ما عملت الجي واحد وسبعين خلاص انا خلصت الان متين عايز ابتدى فنش فعشان ابتدى فنش انا ما انفعش اكتب البروفايل تاني فلا انا عايز افنش من عندي ان مية لغاية ان متين فعشان افنش فيه كاند سايكل برضو بسيطة جدا اسمها الجي سابعين طيب الجي سابعين ديت انا لما اجا اقول له الجي سابعين بي مية كيو متين واديله اف الاف اللي هي الفيد او التغذية بوينت او خمسة يبقى معنا كده اول ما الكنترول يشوف السطر ده هيروح عند الان مية وبعد كده ينتهي عند الان متين ده الباص الفينيش بتاعي طيب بعد ما خلصت ابتدى اقول له والله يجي تمانية وعشرين يو زيرو يعني روح لي لل اكس زيرو بتاعة المكنة وبعد كده روح للزد زيرو بتاعة المكنة علشان بعد كده ابتدى استدعي العدة رقم اثنين او رقم تلاتة العدة بتاعت الجروف عشان ابتدى اعمل الجروف ده طيب وحددت طبعا برامترز جديدة قلت له لففل بالف وستمائة الف وستمائة ارب ام وبعد كده انا هنا بكل بساطة مستخدم الجي زيرو والجي واحد لغاية ما عمل الجروف عمل الاتنين جروف وبعد كده عمل الشامفة الورا وبعد كده ابتدى قطع لشغلانة وبعد ما خلص انا اسيب الجزء دوت ان انتوا تفهموه لو في اي حد عنده مشاكل ان هو مش قادر يفهم السطر بتاع البرمجة او مش قادر يفهم الجي واحد وسبعين ممكن يسيب ايكم منتو وانا ان شاء الله هرد عليه بس بكل اختصار شديد بعد ما خلصت برمجة الجروف دوت وقطعت الشغلانة هبتدى اقول له برضو جي تمانية وعشرين هبتدى اقول له الاول جي زيرو اكس واحد وتمانين ان انا هبتدى اطلع في الشغلانة وبعد كده هبتدى اقول له نحط البرنامج على المكينة فهو بكل الابن للبرنامج ده البرنامج بتاعنا ودي العدتين في عندي عدتين انا بستخدمهم العده اللي هي بتاعت الخراطة ودي العده بتاعت الجروف تمام طيب وزي ما اتفقنا دي لوحة الكنترول طيب احنا مش هنتطرق في الفيديو ده ان شاء الله للوحة الكنترول وازاي نحرك المكينة بس احنا ممكن نفهم حاجات بسيطة جدا وانا باخد الزيرو افسد بتاعي طيب وانا باخد الزيرو افسد بتاعي اول حاجة تفعنا زي دي الطالت دي الشغلانة اهمة تثبتها ده السبندل هنجيبها بوضع 2D لان كده كده دي مخرطة طيب اول حاجة لازم نعملها لازم نشغل السبندل طيب عشان نشغل السبندل بنجيب الوضع مثلا بتاع الMDI بنروح البرو جرام MDI فبتدى اقول له مثلا تفعنا عشان نشغل السبندل M03 S ألف بعد كده ببتدى اقول له بعد كده insert بعد كده اقول له cycle start فبقى هو هنا الوقت مش عايز نشغل السبندل لان هو بيقول لي لازم الماكينة تروح للهوم فهو بكل بساطة هنروح للاكس هوم وهي كان نروح للزت نبتدى نشغل السبندل تاني نجيب على الMDI نقول له cycle start فبتدى ايه؟ ابتدى شغال لي السبندل بتاعتي لو لاحظنا الانيميشن اللي في الصورة ده هو كده السبندل شغال وبكل بساطة نحرك الماكينة او نحرك العدة بتاعتنا وكده دلوقتي بنقيس العدة بتاعتنا في اتجاه الX عشان نقيس العدة بتاعتنا في الاتجاه الX بكل بساطة بنروح على صفحة اسمها offset وبعد كده بنجيب offset وبعد كده بنقف عند offset رقم واحد بما ان دي العدة ده رقم واحد وبعد كده بكل بساطة بننزل واحدة واحدة بننزل واحدة واحدة سنة صغيرة خالص اهو زي ما انا نازل وبعد كده بابتدى مس شايفين الرايشية اللي طارد دي انا كده مسيت الشغلانة بعد ما مسي الشغلانة بكتب الديامتر بتاعي الديامتر بتاع الستوك او الديامتر اللي انا مسيتنا عنده فالديامتر اللي انا مسيتنا عنده ده دا ديامتر تمانين فبكتب له بكل بساطة x80 وبعد كده ببتدى اقول له measure فx80 measure هو خلاص انا كده خلاص انا عرفت ان الزيرو في اتجاه الـ x في سنتر الشغلانة بس انا عايز اعرفه ان الزيرو عندي بتاع الزد على وش الشغلانة فبكل بساطة هبتدى اطلع وبعد كده هبتدى روح في اتجاه الزد ابتدى روح في اتجاه الزد اهو بعد كده ببتدى انزل وبعد اما ببتدى انزل ببتدى والله اقول له هنمشي في اتجاه الزد واحدة واحدة اه انا كده غوضت جامد هبعد سنة صغيرة طيب مجرد ما لمستل شغلانة هكتب له والله زد زيرو زد زيرو بعد كده هقول له مجر بس لازم نيجي عند الزد اقول له مجر وهو خلاص اصلي الزد زيرو بتاعي هبتدى ارجع بالزد اطلع في الاكس ادوس ريسيت عشان اوقف كل حاجة اوقف السبندل وبعد كده اجيب وضع الميموري او وضع الاوتوماتيك علشان اشغل البرنامج بتاعي طيب جبت وضع الاوتوماتيك خلاص ده او ده شكل التون بوس بتاعي بتاع البرنامج فهو كل بساطة انا هبتدى اقول له سايكل ستارت هو بيقول لي طبعا لازم اهو حاجة تقفل الباب فهنقفل الباب هنقول له سايكل ستارت فهو خلاص بتبتدي الماكينة تمشي وش وش او بتاخد او بتاكل في شغلانة بتدي تعمل لها عملية وش وش على حسب البرنامج اللي جودت البرنامج بتاعي قد البرنامج بتاعه شك هو هنا مستخدم الكامل سايكل بتاعت الجيو احد وسبعين وهنا ماشى على حسب البرامترز بتاعتي يعني معنى كده انه هو شغال مسلا كل وش بواحد ملة بينزل واحد ملة في واحد ملة علشان يبتدي يعمل عملية علشان يقرب لشكل الشغلانة طيب بعد ما اخلص بيبتدي ياخد باس اخير اعمل للارك بعد كده بيرجع بياخد باس اخير علشان يفنش لي الشغلانة بتاعتي بعد كده بيستدع العدة رقم تلاتة او العدة التانية العدة بتيجي يبتدي تعمل لي طيب وبعد كده تبتدي تقطع في الشغلانة طيب هو مابدينه وهنا ما اعملش الجروفينج صح ما اعملش الجروفينج صح لان انا نسيت اخد او اقيس الافسد بتاع العدة بتاعتي طيب عشان اقيس الافسد بتاع العدة بتاعتي فبكل بساطة زي ما اتفقنا ممكن نعملها سريعا مع بعض نشغل الاسبندل اذا شغلنا الاسبندل نروح جايين بالعدة دي اهي دي العدة اللي انا عايز اعمل بها جروفينج هنزل بكل بساطة هبتدى اتحرك بالهندويل واحدة واحدة لغاية ما مس مس خفيفة بعد ما مس مس خفيفة هروح لصفحة الافسد وبعد هنا هنا انا مستخدم الافسد رقم 3 لان دي العدة رقم 3 فهبتدى اقول له والله يزد 3 ملي طيب قلت له ليه زد 3 ملي قلت له زد 3 ملي علشان انا عايزي الزيرو بيبقى على الجنب اليمين بتاع الافسد علشان لما اجي احط له الجروفز بتاعتي اواجع ملو القطعية يقطع مية يعني لما اجي اقول له انا عايز اقطع عند زد مية فهو بداية الزد مية بتبقى الجنب اليمين بتاع الجزء بتاعي فطبعا هنا مش اقول له زد زيرو فلو قلت له زد زيرو وقلت له زد مية فهو هيروح يوقف عند المية بس هيوقف عند المية عند الجزء ده فلما جاقطع هو هيكل لي 3 ملي زيادة هيكل هينقص لي 3 ملي من الشغلانة بتاعتي علشان الويتس بتاع الفص ده فبقول له زي 3 التلاتة دي طبعا تفعلنا اللي هي الويتس او العرض بتاع الفص بتاعي وعلي كده ببتدأ قول له ميجر وعلي كده ببتدأ بعد واحدة واحدة خلاص اوقف ابتدأ اطلع اجيبها على وضع لو لاحظنا هنا هنا ده اللي ازرق ده ده بتاع الجروفينج لو لاحظنا ان هو باعد باعد لان احنا كده خلاص احنا خدنا الزد المزبوط بتاع الشغلانة بتاعتي طيب هنيجي نشغل البرنامج من الاول خالص بقى كل بساطة ايجيبي البرنامج اقول له سايكل ستارت راح لنقطة الهوم وبعد كده ابتدأ قرب ابتدأ يعمل عاملية روفينج تبه واحدة موسيقى اهلا طبعا اخر باس بتاع الباس الفينيش ده مستخدمه عن طريق الجي سبعين وبعد كده اروح بعد مغير العدة جاي بالعدة اللي هي بتاعت عمل الاتنين وبعد كده عمل الوراء وبعد كده قطع الشغلانة بس هنا انا طبعا مش قطع الاخر علشان نشوف الشغلانة لو عايزين نشوف الرسمة كل بساطة ده منظر الرسمة الرسمة بالمنظر ده هدي الجرو وهدي منظر رسم طيب انا كده خلصت الفيديو او خلصت السلسلة لو اي حد عنده اي سؤال في اي حاجة ومش فاهم اي حاجة ممكن يكتب لي ممكن نعمل فيديوهات صغيرة عن ازاي مثلا استخدم الكنترول او لوحة الكنترول بتتكون من ايه او بتاعت الكنترول ان انا بتدري اتحكم في البرنامج مثلا على الكنترول بس لازم نكون كلنا عارفين ان الكنترول ده او الاكوايد اللي انا كلمت عنها خاصة بالكنترول الفانوك فقط ولا سيمينز ولا هايدن هاين ولا ماتسوبيشي ولا اي حاجة خاصة بالكنترول الفانوك لو حابين احنا ان نتطرك للاكوايد الخاصة مثلا بالسيمينز او الماتسوبيشي او الهاز ممكن برضو حد يكتب لي او يعرف لي شكرا ماتسوبيشي الامر